أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللوى منصورة تركي بأن التوسع في توظيف النساء في العمل المروري سيأتي حسب الواقع وفي حينه جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الداخلية لرفع مستوى السلامة على الطرق أنا أود أني أوضح نقطة يعني أولا المرأة الحقيقة موجودة في العمل الأمني بشكل عام لكن مشاركتها في العمل الأمني حتى الآن هي في إطار المهمات التي اتضح من خلال الواقع حاجة العمل الأمني لتوظيف المرأة فيه وهذا بكل تأكيد يعني مسألة التوسع في توظيف النساء هو يتم وفق ما يبرز من احتياج يعني ولا نربط الحقيقة قيادة المرأة بالسيارة بضرورة توظيف نساء لهذا الغرض لأنه المرأة عندما تقود السيارة ستقودها في أي مكان وفي أي طريق وبين الطرق أو في داخل المدن وبالتالي لا يمكن في يوم وليلة أن يلمس الواحد أنه باستطاعتها أنه يغير مثلا القائمين على تنفيذ الأنظمة تنفيذ الأنظمة يعني إذا ظهر ما يدعو الحقيقة إلى مشاركة النساء فهذا سيتم يعني في حين ولكن في ضوء الأنظمة المعمول بها حاليا في المملكة لكن النساء أو المرأة موجودة الشرطة النسائية موجودة بشكل عام في العمل الأمني وتشارك الحقيقة في أي مهمة تقتضي مشاركتها فيها موسيقى